السلام عليكم معكم طلال نقار رحل فيكم بمتابعة لعرض الحالات بنقص الصوديوم وصلنا للحالة الرقم 10 في عندي مريضة عمرها 50 سنة جايتني للمستشفى بخمس أيام تقريباً هي حالياً بالمستشفى من خمس أيام اجت عندي بأرض ضعف وعندها نقص بتناول الوالد الماعي بقصتها السابقة في عندها ارتفاع الضغط وفي عندها قصور الدرق منذ ذكر قصور الدرق لا يمكن يفسر نقص الصوديوم إلا إذا كان شديد وما في أي سبب آخر ويكون ميكسوديما بخلال تقييمها في عندها ضعف وطرفين السوفيين في عندها غياب الحس في عندها هايبورفليكسية نقص بالمنعكسات تقييم الأعصاب على نيرف كوندكتف الساديت للي دراس النقل العصبي في عندها ديمايينيشن اعتلال العصاب مزيل للنخاعي مع مجموع الأعراض قصورها قيلام باريه وبدأت العلاج بال اي بي اي جي الامونيوغلوبينات الوريدية نعطت 40 جرام يوميا لمدة خمس أيام بالنسبة لأدويتها في عندها ليوورفليكسين في عندها لسينوبريكس حاليا ضغطها 140-90 فحصها طبيعي ما عندها وذمات فحص البطن الطبيعي وفي عندها وذمات خفيفة بالطرفين سوفين بلاس وون تحالية المكبولية باليوم الخامس للاستشفاء هي اخذة متل ما حكينا عندها السكر عفوا عندها السوديوم مية وتساطاش البوتاسيوم 4.2 الكلورايد 111 البيكارب البيو 10 الكرياتين 0.96 سكر الدم 85 الالبيومين منخفض الكالسيوم تبعها 8.2 الأوزموليتي بالسيروم 302 TSH بالنسبة تحليل البول الصوديم كان 80 البوتاسيوم 32 30 فالليت البول الأوزموليتي كان 366 شو هو السبب أو شو برايكم شو هو الأفضل تفسير لنقص الصوديم عندها المريضة هل هي متل عدمة السيادج هل هي IV IG هل هي Poor Solute Intake أو هل هو الhypothyroidism هل هو الhypovolemia وقف شوي الفيديو خليكن وقفوا الفيديو فكروا بالخيارات برجع للتحاليل هل عندي خليني أول شيء أعطيكم وقت فكروا هل عندي أنا نقص صوديوم عندي نقص صوديوم 119 فعلا كم حلولية للبلازمة عنديها 302 هي حلولية مرتفعة 302 عالية هل بتتناسب مع نقص الصوديوم ما بتتناسب معناتها أنا عندي Hyperosmolar Hyponatremia وهذا الشيء ما هو ما هو True Hyponatremia كم سكر الدم عندها ميدا سكر دم عندها 85 ففي شيء سبب من خلية حلولية مرتفعة وبنفس الوقت يعني هذا هو هذا هو المفتاح الحل أنا ما قعد أطلع على حلولية اليورين أو غيرها من خلالي يقول بالنفي السيادش بيعمل True Hyponatremia Poor Solute Intake بيعمل True Hyponatremia Hypothyroidism بيعمل True Hyponatremia إذا كان ميكسوديما والHypovolemia بيعمل True Hyponatremia بإثمارة الأربعة كلها غلط الIVIG ربما يكون صحيح بها الحالة الIVIG بها الحالة هو السبب حيثاً هو الجواب ليش الIVIG عملنا الHypoNatremia الIVIG هو بروتينات فهو عمل Sodo Hyponatremia Sodo Hyponatremia نفس آلية تفرط الشحوم أو فرط البروتينات ليش الحلولية عالية لأنه الIVIG فيه بتركيبه أحد السكاكر أحد السكريات ما بذكر شوه كان أظن بس هو كان فيه تركيبه أحد السكريات فهالحالة هاي سببها Sodo Hyponatremia سببها الIVIG المفتاح الحل مثلما أنه هو أنك تقيس حلولية البلازمة طبعاً مثلما أنه بتختلف شوي عن الHyperproteinemia والHyperperproteinemia والHyperlipidemia لأنه الحلولية بهذه الحالة بيكون إيزو أوزمولار هون عندي Hyperosmolar وستيل هو Sodo Hyponatremia بدي ميزها عن الHyperosmolar اللي بيشوفها بترانس لوكيشين الHypoNatremia لما بيكون في عندي فرط بسكر الدم بيكون في عندي مثل Manitone بيكون في عندي Glycine بعمليات البروستيت هذو كلهم بيسحبوا السكر من داخل الخلائل إلى خارج الخلائل بهذه الحالة ننتقل للحالة اللي بعدها الحالة الرقم 11 عندي مريضة عمرها 54 سنة جيتني بإعاراض Postural Dizziness في عندها هبوط عندها دوخة أو يعني Dizziness متعلقة بالوضع أثناء الوقوف والقعود والقيام يعني فيه تتغير ضغط الدم عندها غالبا هي عم تتعالج أو تعالجت من فترة لي بلا سرطان مبيض فهي خلصت الشوت الثالث من السيس بلاتين والباكليتاكسيل مجرد إذا شفت أدوية كيموية بدي فكر بالسيادة أو أسباب أو side effect للكيموثرابي اللي ممكن تكون مسببة لحالة مريضة ما عندها نوزيا أو فوميتينج ما عندها إسهالات ما عندها استعمال الصادات أو الإنسيتس أو أنه فيها مرض حالة شديدة قريبة بالفحص الأجهزة عندها frequent urination تعدد بلاد عندها نوكتوريا عندها بيهة ليلية أو تعدد بيهات ليلية فتي الدعب عندها بوشرة ديزنس عندها العراض الانتصابية اللي بتغير وضع بتغيير ضغط الدم عندها غالباً هبوط وتسرع نبض بأدويتها مضادات إقياء حسب الحاجة وأنتي انجزوليتك اللي هي مضادات القلاق أو حسب يعني PRN بفحص السريري في عندها في عندها هبوط ضغط انتصابي في عندها تاكيكارديا وهذا بيدعم وجود ناقص حجم عندها المريضة عندها أعراض ناقص حجم عندها ألوبيشيا صلاع غالباً بسبب الكيماوي فحص الصدر الطبيعي فحص القلب الطبيعي في عندها التاكيكارديا في عندها القصطرة البوردكاست تبع الكيموثيرابي بالراية بجدار الصدر الأيمن وما فيها أعراض للإنفكشن ما فيها علامات من إنفكشن موضعي أبدو من الفحص الطبيعي فحص البطن الطبيعي ما عندها وزمات هذه تحاليل الدم عندها عندها الهيموكدومين 7.8 في درجة من الأنيمية عندها عندها الصوديوم 128 البوتاسيوم 4.4 الكلورايد 95 البايكارب 26 البايوين 22 الكرياتينين 1.1 والبازلين تبعها هو 0.6 ففي عندها تضاعف تقريباً بالكرياتينين هذا كله بيتعمل هايبوبوليميا بالمناسبة المجنيزم 1.6 على الحد الأدنى الأوزموليلي 268 TSH 4.5 والطبيعي حتى 4 FTA 0.7 أقل من الطبيعي الطبيعي 0.8 الكورتيزول 9 دي هو ضمن المدى الطبيعي الصوديوم تبعها بالمضب باليورين كان 94 ونذكر أنه هي مريضة نقص حجم هذا الرقام عالي حقيقةً قياساً لنقص الحجم البوتاسيوم 34 الكلورايد 130 عالي كمان الفينا جزء المطروح من الصوديوم 6.3% وهذا رقم كبير كتير كله عم تضيع صوديوم واضح حلولية اليورين 440 وهذا رقم عادي أكتر من 100 وهذا بيدل أنه بوجود صوديوم 128 محلولية يورين عالي مانو اليورين مانو مدد معاة ال-ADH في إفراز ال-ADH أي مفاتيح الحال برأيكم ها شو هو تشخيص المريضة؟ خليني انتقل السلايد البعد والبسألنا شو هو تشخيص المريضة؟ سأعطيكم الاحتمالات هل هي هايبوثيروديزم؟ يفسر نقص الصوديوم عندها؟ هل هي سيالج؟ هل هي أوتوميون ديسفانكشن؟ هل هي أنيميا؟ هل هي سولد وستنج نيفروباتي؟ اتلال كله مضيع للملح خليني ارجع للسلايدات أول شي هايبوثيروديو أول شي في عندي نقص الصوديوم ١٨٨ لا خلاف علي هل في عندي نقص بالأوزموليتي؟ نعم الحلولية البلازما منخفلة وبالتالي هادي هايبوناتريميا فيني يقول انه شو هي حالة الحجم البيعائي عندها الميضة؟ الفحص السريكة في عندها هايبووليميا فأنا بدي اطلع على الهايبووليميا reason for الهايبوناتريميا عاد فيني يقول انه هي سيادج رغم من ال-ADH مرتفعة عندها ٤٤٠ مرتفعة بس التعريف السيادج هو المريض بدي يكون بدي يكون سواق حجمي بي هالمريضة ما في سواق حجمي ففي عندي سبب عم يخلي الحجم نازل عند المريضة ورغم موجود انخفاض الحجم عند هاي المريضة الكلية ما عم تحبس الصوديوم ليش الكلية ما عم تحبس الصوديوم؟ ربما هذا هو سبب نقص الحجم أصلا انه الكلية عم تضيع الصوديوم هي الخيار الخامس salt wasting nephropathy فيه اعتلال كده مضيع للملح هذا اعتلال كده مضيع للملح مضيع صوديوم عالي بساويها نقص حجم نقص الحجم عم يحرد هرمونات نقص الحجم هي الرأس والأدرينيرجيك إضافة لأنه بيحرد تحيير الـ ADH بيخلي اليورون أزماليتي تعالى بأنه ما بيقعد بيقدر يطرح الماء المريض والصوديوم حيتمدد حينزل لأنه الماء ما عادي يقدر يطرح هذا هو اختصار بيصار معنا المريض هل ممكن نفسر حالتها بـ TSH أبدا عندها mild يعني 4.5 وصور فاصل سبب ما بيشخصوا أبدا نقص صوديوم بهذه الحالة ولا بغير هذه الحالة ما بيفسروا هذه الحالة إضافة لأنه في عندي سبب واضح أنه في عندي نقص حجم عند المريضة الأنيمي أكيد ما بتساوي نقص صوديوم الأوتوميون ديسبانشن لا والسيالج متل ما أنه بدي يكون سواء حجمي عند المريضة فجينا على التشخيص الخامس هو الأخير هو salt wasting nephrobathy ليش صار عندها المريضة salt wasting nephrobathy بسبب السيس بلاتين اللي عم تاخده السيس بلاتين بيعمل أذية على مستوى الكلية على مستوى الأنابيب الكلوية بيخليها تضيع ملح وتضيع صوديوم بالمناسبة بيخليها تضيع بوتاسيوم بيخليها تضيع ماجنيزيوم كمان وهذا اللي صار فالآلية برجع أقولها مرة ثانية السيس بلاتين أذى الكلية فالكلية صارت تضيع ملح زيادة صار عند الميدا نقص حجم تحرضت الهرمونات اللي بتفعل بحالة نقص الحجم ومنها الADH ومن خلال هذا الشي الADH رتفع وبالتالي الصوديوم بنزل عند هاي المريضة لو بدي عالج هاي الميدا أنا بعالجها بيسيروم الملح النظامي بمناسبة لأنه عندها نقص حجم لو عالجتها بسيروم الملح النظامي بتثبت الADH وهذا الشي بيساعد الكرية أنه يصير تطرح الماء الحر الإضافة فهذا مرة تانية صالة واسة نفروباثي ربما خليكم إذا كنتوا أفوا سلايدي تقرأوا هي التوبular dysfunction سببه السيس بلاتن بحد ذاته واستيجاب لADH1 فيزيولوجيك ما هي السيادة ما هي inappropriate نسبة حدوثه هذا عشرة بالمية تدية بعمصة وقنوات الصوديوم بيصير decoupling or uncoupling للأكسيداتي فسفيريليشن أظن يعني حكيت هذا الكلام كله ننتقل للحالة الأخيرة اليوم عندي مريضة وعمرها 54 سنة عم يتم تقيمة بسبب هي مريضة زرع كليا المبارحة عملة زرع كليا أخذت disease donor renal transplant المريضة هي polycystic kidney disease يعني حقا نحكي باليوم الأول بعد نعمل الجراحي هي مريضة glaucoz intolerance وفي عندها hypertension سابقا كانت على غسيل لمدة خمس سنوات داخل العمل الجراحي أخذت methylprednisum بازيليكسي ماب هذا induction immunotherapy وأخذت 8 طول 25 قرام الممارسة يمارسها معظم الجراحين ما شاهد الجراح ما بيعمل هذا الشي شو السبب وشو الإبيدنس وراء صراح ما كتير مقتنع فيه وما بعرف شو هو بس هذا الشي معظم جراحي الكليا بيعمله حاليا عم تاخد ربما يدفع الكليا بشان تشتغل بس ما برزا كان هذا الشي في عليه إبيدنس أو لا حاليا هي الأدوية عم تاخدها بريدنزون تكتغل العلموس ومايكوفين ينثب المثبطات مناعة وعم تاخد الباكتريم وعم تاخد البانتو برزون فالبوست ترانس باندس يعني هي باليوم الأول عندها DGF Delayed Graph Function بمعنى آخر الكليا الجديدة بعدها ما هي شغالة بشكل جيد وبالتالي بعض المرضى بيها الحالات بيحتاجوا لغسيل يعني مشان نحطكم بصورة الحالة هذا خلال 24 ساعة الـ Urine Output تبعها كان 300 ml فقط نحن حتى نقول ان الـ Urine Output Adequate لازم تكون على الأقل لتر فهي فقط مطلعة 300 ml من الـ Urine بس ما عم يتحسن عم يتحسن تدريجيا حيوياتها ضغطها 135 على 75 نبض القلب 65 عدد مرات نفس 18 الإشباع على الأكسجين 95% على روم اير والحرارة 98.4 طبيعي بالفرح نهاية وزنها 50 فاصها تقريبا طبيعي باستثناء وذمات محيطية بسيطة منذكرة وهي مريضة غسيلة الكلويت أي تحالية الدمع عندها صوديوم 126 عنده البوتاسيوم 5.6 الكلورايد 90 الـ PUN 24 عفوا الـ CO2 24 الـ PUN 86 وهي مريضة غسيل الكرياتين 6 السكر الدمع عندها 320 316 تحالية اللي بول عندها 35 صوديوم 40 والـ أوز مليتي 280 فشو برأيكم سبب أو خلينا نقول شو ندق الـ سلايد البعد أقول شي أعطيكم وقت تفكروا فيها ليش عمسي نقص الصوديوم به الحال هاي والسؤال البعد حيكون شو هو التدبير هاي الحال التدبير بيعتمد تشغيص هل تعطيها 3% هل تعطيها water restriction هل تعطيها غسيل هل تعطيها سالين normal saline تسعب للألف أو clinical monitoring بس ترائب هي المريضة برجع للتحاليل مثل ما عودتكم بكل برج نبدأ بالصوديوم هل الصوديوم منخفض نعم منخفض 126 هل الحلولية للبلازمة منخفضة هون 316 لا حلولية للبلازمة مرتفعة هل هو هذا true hyponatremia لا ما هذا ممكن يكون صوديو hyponatremia اللي هو بترافق مع البروتينات فرق البروتينات فرق الشحون بس بيكون بهذيك الحال الosmolality طبيعية isoosmolar هون hyperosmolar 316 طيب لو انه نحنا طلعنا ليش عادة بيصير hyperosmolar المصل لما بيترافق معنا الصوديوم بهالرقام بيكون فرط السكر حقيقة اذا بتندبه الhyperglycemia هون 320 هل بتفسر الhyperglycemia لحالة الosmolality العالية لو حسبنا الosmolality هون بها الحالة هاي 316 هي المقاسة خلية نحسبها في عندي رقم السكر وفي عندي رقم البيو اين وفي عندي رقم الصوديوم نذكر انه هدول السكر والبيو اين بالميلي جرام بالدسيليتر فالسكر لازم اسمه على 18 والبيو لازم اسمه على 2.8 غيني ابدأ فيهم ازا 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 تقسيم 18 فهي بتطلع 17.7 و 80 86 تقسيم 2.8 بتطلع 30 زا 17.7 زا 120 26 زا 120 26 بتطلع 300 فالحلولية المحسوبة كان 300 والحلولية المقاسة كان 300 والميجر 316 ففيه فجوة حلولية اللي بتكون اكتر من 10 فيه فجوة حلولية فهذا ما بتفسرها السكر لحاله فيه سبب ثاني عم يزيد الحلولية عند هذا المريض شو هو رجع الالسلايد اللي قبله شو اخذت انترا اخذت ميتول ميتول هو اساسا بنعطي الغرفة الحلولية بنعرض مثلا وزمة الدماغ فالميتول هون اضافة للسكر المرافق فرط السكر سحبوا الماء من داخل الخلايا لخارج الخلايا وبالتالي ينزلوا الصوديوم من 126 شو تكبير هالحالة بالنسبة لهذا السؤال يرأيون انه ما بدون يغسلوا لانه شايفين انه الدي جي اف عم يتحسن الكلية عم يتحسن وبالتالي بس اتحسنت وظيفة الكلية الميتول كله بينطرح والصوديوم بتحسن ربما انا لو كنت صراحة ربما اغسل لانه الغسيل هم بها الحالة بيروح الميتول بيصلي هالصوديوم بحد ذاته بس الغاية السؤال هي انه توصل فكرة انه نحن الميتول بيعمل هايبر أوزمولر هايبو غليسيم اللي هو مثله مثل فرط السكر هذا الكلام وطبعا مثل ما هايبر غليسيم الفرط السكر والميتول هو الميتول والسكر بها الحالة بيكون افكتيف أوزمولايت وبالتالي بيعملوا تونيسيتي بيعملوا فرق بالحلولية وبيسحبوا الماء من الداخل للخارج وبينزلوا الصوت اليوريا ما بتعمل هذا شيء ابدا لانه يوريا بتنتشر على طرفي الخلايا بشكل متوازن وبالتالي ما بتعمل ما بتعمل water movement فرط السكر ممكن صلحه بالإنسولين بالمناسبة يعني اذا صلحت المريضة وعطيتها الإنسولين لحل المريضة ممكن صوت يرتفع عندها شوي مش كتير شوي بالنسبة طبعا الأوزمولايت حكينا كيف حسبناها الووتر ما هو لأنه هون الهايبوناتريمي أصلا ما في water excess يعني ما في عندي زيادة بالماء في عندي translocation في عندي حركة الماء من الداخل للخارج والتالي الووتر رستركشن ما حيفيد لأنه أصلا ما هي عم تشرب زيادة الآيزوتونيك سالين ما موجودة ما مفيدة لأنه ما في عندي volume مرة ثانية الهايبوناتريمي ثانية بنعطل حماية الدماغ من وزم الدماغ الغسيل هو طريقة فعالة وأنا صراحة ربما أميل للغسيل بهالحالي لو كنت بالبد سايد أنه بيزيل الميتول وبيصلح المشكلة بس يعني برأيون أنه كون الميد عم تتحسن الميتول حينطرح بسبب أنه يوم التالي ترائب وتشوف إذا كلي عبد الحسن فهذا الشي حيصلح الصود وحيت راح الميتول الزايد هيك بيكون وصلنا لنهاية الحالة ووصلنا لنهاية الجلسة هي ونتابع معكم إن شاء الله بحالات نقص الصود السلام وعليكم